إذن عن تطورات المشهد في أوكرانيا في ظل الإمدادات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا والترجيح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ذهب الأزمة إلى حرب عالمية ثالثة ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المحلل العسكري طارق حاج بكري أستاذ طارق مرحبا بكم يعني كما استمعت وصول أنظمة دفاعية أمريكية لأوكرانيا ما أثر هذه الأنظمة الدفاعية على موازين القوى في هذه الحرب أستاذ طارق تهيتي لكم بالنسبة للثورة السورية والرحمة للشهدائية أولاً وصول هذه الأسلحة إلى القوات الأوكرانية كمان على مهنة أوكرانيا دولة كبيرة ومتعرمية الأطراف وعدد سكامها جيد وجيشها ليس بالسهل هذه المعدات الدفاعية هي قادرة على إعاقة تقدم القوات الروسية وتكبيدها خسائف كبيرة جداً أكثر من ما كانت تتوقعه روسيا عندما شنت هجومها الإجرامي على أوكرانيا وبالتالي هذه المعدات لم تكن تتوقعها روسيا لم تكن تتوقع أن يتعاطف دول العالم مع أوكرانيا كما تعافت طرفت معها وأن تقدم لها كم المساعدات بهذا الكم سواء كانت مضادات أرضية أو الصحة أرضية بكافة أنواعها والمضادات الجوية وبالتالي فإن هذه المعدات الدفاعية قادرة على تكبيد الروس خسائر كبيرة جداً قادرة على إعاقة وصولها إلى تحقيق أهدافها وإطالة أمد الحرب وصاحب الأرض هو من يكسب الحرب دائماً عندما تكون الحرب امتدة وطويلة على أرضه لأن حضوط المداد الروسية طويلة جداً وتعرض المقطع بشكل دائماً على تفسير السكات الحديث سواء كان في بلالروسيا أو عبر الأراضي الأوكرانية وأيضاً الكمائنة التي تتلزمها القوات الأوكرانية والأشخاص المدنيين الأوكرانيين الذين يقوموا بمقاوة الشعبية بعد تزويدهم بأذية الأسلحة المتطورة جداً والحديثة قادرة على توقف الهجوم الروسي وكثر شوكة روسيا وكثر زخمة الحرب التي كانت تعتقدة روسيا بأنها سوف تكون سريعة وحاسمة وقادرة على احتلال أوكرانيا أو احتلال المناطق التي كانت تخطط لها وبالتالي فإن هذه الإطالة تؤدي أولاً إلى تكميل خسائر كبيرة إلى إعاقة وإطالة أمر الحرب وبالتالي إضعاف روسيا من ناحية النفسية وخصوصاً أمام المواطنين الروسي الذين كما وعادهم بوريس يلسن المجرم بإنهاء الحرب في فترة قصيرة وأيضاً تصاعد المعارضة الدولية لروسيا وزيادة حجم الإمدادات في أوكرانيا وبالتالي سوف تصبح بعد فترة قريبة من الزمن الكفة العسكرية متراجحة مع روسيا مع العلم أن إذا قررنا القوة العسكرية الأوكرانية مع القوة العسكرية الروسية فهي لا تعادل واحد من عشر ولكن المعارضات المتطورة التي وصلت إلى أوكرانيا قد عدلت هذه الكفة وربما بعد فترة من الزمن ترجحها لصالح القوات الأوكرانية طيب أستاذ طارق الأسلحة المتطورة كما تفضلت به هل هي تحول دون احتلال العاصمة كييف أم تشمل مناطق أخرى أستاذ الفاضل سيد العزيز المدافع دائماً خاصر المدافع بالتأكيد ويكبد المهاجم خسائر كبيرة جداً لأن القوات الهجومية تكون خمس إلى ست أضعاف القوات المدافعة وروسيا لا تستطيع حشد هذا الكم من أعداد المهاجمين أو القوات المهاجمة بالنسبة لأوكرانيا ولكنها في النهاية قد تحصل على أرض ولكن الزمن سوف يكون باهظاً جداً ولكن هذه المعدات مع الزمن والزياد المقاومة الشعبية والزياد الدعم الدولي إلى أوكرانيا وخصوصاً تأمين الغذاء والسلاح والمضادات الجوية تستطيع قلب الموازين المعركي والانتقال المرحلي الدفاعي إلى المرحلي الهجومي ولكن ليس هجوم أسكري كافح وإنما هجوم أهجومات مضابة قد تؤدي إلى زحزحت القوات الروسية على المراطق التي احتلتها قد تؤدي إلى زيادة خسائرها البشرية وهذا يزدجه سيا كثيراً وبالتالي تؤدي إلى انسحاب القوات الروسية من الأواضي الأوكرانية إلى حقاً أستاذ طالق هناك اعتراف من قبل مسؤولين في البنتاجون يقولون بأن القوات الروسية استهدف الشحنات السلاح الموردة من الولايات المتحدة كيف نتوقع رد فعل أمريكا حيال هذا الاستهداف؟ أولاً لأنكم واضحين شحنات السلاح عندما تصبح أراضي دولة تصبح من الملكي تازي دولي وتالي في قوانين حرب استهدافها مشروعاً ولكن هذا الاستهداف لا يؤدي في النهاية إلى أضعف القوات الأوكرانية لأن كم السلاح المقدم هو كبير جداً والخسائر هذه متوقعة والهجوم عليها متوقعة واتساع أراضي الأوكرانية ووجود عدد كبير من طوق المواصلات يستطيع الحد من هذه الخسائر وبالتالي ربما لا تكون هذه الخسائر باستهداف الشاحنات الشاحنات السلحة مؤثرة من قرارة مع الكميات المقدمة نعم سوف تكون هناك الخسائر وسوف يكون هناك استهداف بالقوات الأوكرانية والمساعدات التي تقدمها في العمق الأوكراني إن هذه حرب وهذه حرب دول وإذا علمنا أن روسيا لا تستمسك لا تلتزم لا بقوانين حرب لا تلتزم بخواعد مبادئ العدال الإنسانية ولا يهمها ارتكاب جرائم الإنسانية وبتاليها تمارس الإجرام بكل نوعي وإذا اضطرت روسيا في النهاية سوف تستهدف المدنيين من أجل التأثير على الدولي الأوكراني ومن أجل إضعاف شعور والضعاف الحالي النفسية لذلك الخوات الأوكرانية لكنها في النهاية لا تستطيع الحد من عزيمة هذه القوات الأوكرانية التي تدافع عن أرضها ومنازلها وشعبها وكرامتها ودينها وتدافع عن كل شيء فإذا خفرت فهي سوف تحسر كل شيء بالنهاية وسوف يتحول فالقوات الأوكرانية إلى لاجئة في دولها وبالتالي هي تمتلك عنصر القوة من أجل نهاية أستاذ طارق إذا ما تحدثنا بفن الممكن هناك تصريح لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يقول بأن خطر اندلاء حرب عالمية ثالثة جدي وحقيقي هل فعلا يمكن اندلاء حرب عالمية ثالثة؟ تعتقد ذلك أستاذ طارق؟ لذلك الواضحين الوصول إلى مرحب الحرب الثالثية هذا يعني استخدام الأسلحة النومية والأسلحة اليدروجينية والأسلحة النيوترونية هناك عدد كبير من دول العالم وجد حوالي عشر دول في العالم تمتلك هذه الأسلحة واستخدام هذه الأسلحة يعني التأثير على كوكب الأرض بالكامل وهذه الأسلحة تستخدم للردع وليس هي للردع وليس للإستخدام ومجرد المباشرة باستخدام هذه الأسلحة هذا يعني خناء أمم عن وجه الأرض أستاذ طارق بحسب صحيفة التايمز بريطانية تتحدث الصحيفة عن أن بوتن تخلى عن محادثات السلام مع أوكرانيا يعني باعتقادكم ماذا ينوي بوتن من تركه للمفاوضات؟ ما الذي يريده؟ بوتن أولا لكن ما كنوا واضحين بوتن مصاب بجنوب العظامي وهو يعتبر نفسه القيصر الذي لا يقهر وانتبسكي بالحكم لهذه الفترة الطويلة من زمن لستمرت لأكثر من عشرين عاما هذا دليل على شخصيتي النرجسية وبالتالي هو يريد تحقيق مصر بأي طريقة من الطرق وهو تخلي عن المفاوضات لأنه يعتبر أن المفاوضات هي تنازل وضعف لروسيا وبالتالي هو لا يريد الظهور المظهر الضعيف ولكنه بالتأكيد سيقبل بأقل النتائج التي تكون صالحة ويستخدمها أعلاميا ليقول أنه انتصار ولكن هذا التصعيد هو للضغط لا أكثر ولا أقل سيد طارق هل يستطيع الرئيس الروزي بلاديمير بوتن بالنظر إلى أداء قواته أن يستمر في القتال خاصة بعد دخول الولايات المتحدة وأوروبا على خط مساعدة أوكرانيا بشكل صريح وواضح بالنسبة للعالم أجمع العقيدة القتالية الروسية ليهما الفسائل البشرية إلى حد ما طبعا هذه العقيدة الشيوعية وما زالت هذه العقيدة إلى الآن سارية ولو بالحد الأدنى وبالتالي روسيا تستطيع التخلي عن عدد من البشر تستطيع التخلي عن عدد كبير من الخسائل البشرية العماد الروسي القيصري الروسي التي ما زالت في زهن بوتين ربما تتعه إلى التضحية في عدد كبير من الناس ولكنه في النهاية سيؤدي هذا الأمر إلى خسارته سياسيا وخسارته عسكريا وانتصار أوكرانيا مع دول غربي عليه وإنهاء دول روسيا على الأرض من اسطنبول المحلل العسكري طارق حاج بكري شكرا جزيلا لكم